وكما قلت أنه في بعض آيات المصحف تقرأ أشياء خلاف المكتوب يعني أنت إلى اليوم لا تستطيع أن تمسك بالمصحف بمعزل عن سماع القراءة من شيخ أو من قارئ لأول مرة يعني لم تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة ستمر على كلمات كتبة بالوا وهي تقرأ بالألف مثلا وكما حدث في زمان قبل ذلك أو يقال أن الشيخ الزيات كان لما بدأ يقرأ القرآن أمسك بالمصحف وكان طفلا صغيرا فقرأ صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه لماذا قرأ هكذا؟ أنه لم يكن منقوطا أظن ويفتح عليه هذا ما أفهمه وإلا كيف قرأها هكذا لم يكن منقوطا لم ينقوط فقالت له أمه يا بني أذهب فتعلم أنت كده هببهد للدنيا ذلك الكتاب لا زيت فيه كده الدنيا باز هبوز منك كده خلاص ولذلك أصلا القصص التي تصار بين كل فترة وأخرى أن مخطوطات القرآن وجدنا مخطوطات فيها خلافات على فرض أن هذا حدث وأن كان هذا لم يحدث أصلا وينظر في المخطوطات ويرد على من يقول هذا وأصلا هذه الطريقة ليست الطريقة في التلقى عند المسلمين هذه الطريقة حين تصار من مسلم أو من غير مسلم إن كانت من غير مسلم فأنت لا تفهم طريقة التلقى عندنا أصلا القرآن لا يتلقى أصلا من الصحب القرآن يتلقى شفاهة كما لقن جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه صلى الله عليه وسلم للصحابة وهكذا إلى أن وصل إلينا بالتواتر والقرآن لا يأخذ هكذا وأنت إلى اليوم إن أمسدت المصحف لن تفهم ما معنى الهمس في بعض الحروف كيف تقرأ الهمس وما هو الروم وما هو الإشمام لن تفهم هذا إلا بأن يطبقه شيخ أمامك لن تستطيع هذا فهذا الكتاب محفوظ أصلا بالتلقي شفاهة هكذا وهذا ليس عند أحد غيرنا اليوم من الأمم فهذه الأمور وفهمك للمخطوطات يحل لك بعض الإشكالات ترجمة نانسي قنقر